اقرأ واكتب رقم واحد اكتب جمل لتشرح الكلمات التالية رقم واحد حقوق النشر يعني ايه حقوق نشر تعالوا نفتكر مع بعض نسترجع مع بعض اللي درسناه في الدرس الخامس يقول ان صاحب الابداع او اللي اشترى الابداع له الحق انه يستخدم الابداع في اي وقت وفي اي مكان وغير كده تبقى ايه تبقى سرقة او ضد القانون يبقى هنا يعني ايه حقوق نشر يبقى صاحب العمل الابداعي شخص التقط صورة مثلا شخص عنده بحث خاص بيه هو اي عمل ابداعي لحقوق نشر اتفقنا رقم اتنين محتوى محمي بموجب قانون النشر يعني ايه الكلام ده يعني اي عمل او كتاب او صورة او فيديو في قانون بيحميهم من السرقة اللي احنا بنسميها اقتباس يبقى محتوى محمي بموجب القانون حقوق النشر هو قانون لحماية حقوق النشر خلي بالك احنا فاهمين انت ممكن تعبر باسلوبك او انا ممكن اكتبلك بصيغة تانية المهم ان احنا فاهمين ونعبر عن اللي احنا فاهمينه علشان نجاوب على الاسئلة بشكل منطقي وصحيح رقم تلاتة يعني ايه اعادة صياغة اعادة صياغة هنا ياولاد معناها كتابة او اعادة كتابة كلام بتاع حد تاني باسلوبنا الخاص يبقى انا ممكن اشوف مقالة عجبتني لكن اعمل لها اعادة صياغة يعني اكتبها باسلوب تاني اخر باسلوبي انا بس منساش اني اذكر صاحب الملكية الفكرية لان هو ده المرجع اللي انا رجعتله اخدته وعملت اعادة صياغة علشان اقولها بطريقتي يبقى هنعبر ازاي عن اعادة صياغة اقول اعادة كتابة عمل لشخص اخر طيب بايه بقى باسلوبي لاني انا هستخدم الاسلوب بتاعي عشان اعيد كتابته اتبارة تانية لكن اضيف له رأيي او وجهة نظري تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدأوا الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة